ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر طريقة نزوج بيضات. نزوج بيضات. نضيف رشة للملحة. نضيف رشة للملحة. وبنسبة للملحة نضيف قشرة للملحة. نضيف سكر. صفي والخلط المكوينة كاملة كنتربوهم كنتربوهم بزيان. نضيف رشة للملحة. 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 نضيف رشة. نضيف رشة للملحة. نضيف رشة نضيف رشة. الخليط اللي عبنا نزيد جوش خمالة حمارين ليهما لرفيو عشي ميك وصفوك نخلطو الكيك خفيف كيف يجب الكيك خفيف خلط الخليط لا يكون قاسح كثير لكي يجب أن يكون جاري جدا لدينا المول يجب أن تحل نفرغ الخليط وفران على 180 درجة ونضع الكيك حليط وميب كل واحدة وكيف يجب الكيك كيف يجب الكيك ونجوز إن شاء الله باش نوجد الكريمة بالنسبة لكريمة لدينا بيضة واحدة وفانية تشيلي الفاني وتطلق معلقة السكر سوف نخلط المعناصر مع بعديتها ونضع الأمام ثلاثة ونضع كبيرة ونصف الدقيق الأبيض ونضع المحل ونضع النشاء نضيف حليب دافي ونخلطه نضيف الكريمة للنفق العافية مع التحرك نضيف تحرك مصرح ونضيف ونضيف تحرك ونضيف تحرك مصرح هذه الكريمة للنفق نضيف الكريمة للفران يجرد الكثير نضيف الكثير نمشي الى المول نأخذ خيط و نضيف بلاك كل شيء لا يسلق يكون موضوعا نذكر الخيط على الوصف و ندره عقصة و نضيف من الوصف نضيف له موضوع و في البطريق نسمي الى عليك تحتوقون سكين نضيف الكريمة نضيف الكريمة نضيف الكريمة صحيح نضيف الكريمة نضيف الكريمة كريمة بالشوكولات. وكنت هنا بها الكيك من الفوق. سوف يكون هناك الكيك من الفوق بالكريمة. هناك بسطة محكوكا. وهناك كوكا محمر ومهرمش. مهرمش بسطة محكوكا. ومهرمش ومهرمش في الوسط لكيك ديالنا. بنسبة الكريمة اللي بقت ليا. نزينو بها جواني بديال الكيك. نزينو بها جواني بديال الكيك ديالنا. سوف نقطعه في واحد طريق لكيكا سوف نقطعه في الوصفة لكي لا تنسوا الى احباب والفديو اخر ان شاء الله خلتكم على خير اشتركوا في القناة